وصل لنا سؤال بيقول ممكن سؤال ابني متجوز من عشر سنوات من فتاة يحبها وأنجب منها طفلين وزوجته امرأة مثل اي امرأة لها مميزات ولها عيوب والان تعرف على سيدة مطلقة تكبره في السن ولها ولدان ويريد ان يتزوجها وانا رفضة هذه الزيجة الثانية لانها تخرب بيته اعمل ايه مع ابني عشان يرجع عن تفكيره هذا مع ان زوجته اجمل واصغر وارأة من التانية مش عارفة عملت له ايه وهو مبهور بيها ومصمم السؤال ده في الحقيقة هو محتاج استشارة مش محتاج حكم شرعي اكتر يعني هو محتاج استشارة اكتر ما محتاج حكم شرعي لان في الحقيقة واضح قوي ان الزوجة ان الام عندها حاجة كده احنا لازم ننبه عليها احنا اول حاجة انا مش شايف ان الناس تتزوج زواج تاني وهو مش قادر يعيش مع زوجته زواج حقيقي كامل لان اللي مش قادر يتزوج مش قادر يعيش زواج كامل حقيقي مع زوجته هو يقع في الزواج التاني في الظلم فعشان كده ايه اللي محتاجين ايه محتاجين عشان العدل ان هو يمشي في طريقه ومسار اصلاح ذات البين بينه وبين زوجته يعني انا مش شايف ان الواحد لما العلاقة بينه وبين مراته تسوق يروح الجوز تاني انا ما بفهمش ده لكن انا فاهم ان العلاقة لو بينه وبين زوجته تسوق ايه يروح لحكماء ويروح لمتخصصين ويصلح لان الله سبحانه فبعثوا حكما من اهليه وحكما من اهليه ده بالامر يعني الله امرنا بالاصلاح يعني مش كل واحد يتدايق من مراته يروح يتجوز عليها او يطلقها ده مش موجود في الشرع كده اي واحد تدايق من مراته يروح يصلح بينه وبينها بالامر كده ده امر شرعي امر شرعي اي حد ما يكونش مبسوط لان احنا نفهمين برضو بعض الناس بيفتوا الناس بامر بامور عجيبة الشكل عجيبة المنزل ان الواحد اول ما يتدايق من مراته يطلقها او يتجوز عليها كلام صحيح ده مش شرعي ربنا لان الله سبحانه تعالى قال وعشرون بالمعروف وقال وهو بيكلمنا ولا تنسوا الفضل بينكم هو بيكلمنا كمان ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجة لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحم يبقى كل الاطر لابد ان تراجع تراجع على انت كنت عايش في مودة ورحمة مع زوجتك ولا انت اعدت تتوصل الحياة الزوجية بينك ومن زوجتك لهذا السيناريو واحد يجي يقول لي يعني انا لو رحت تجوزت زوجة تانية اكونوا اثما السؤال ده لازم يتحط في سياقه اه هتكون اثما اذا رحت انت تجوزت زواج تاني بدون ما تتخذ اسباب الاصلاح بينك وبين زوجتك يقول لي اوهيش انا مش انا مباح ليا ان انا اتزوج زوجة تانية اقول له اه بس ما تظلمش الزوجة الاولى فانت لازم تمش في اصلاح الزواج بينك وبين زوجتك الاولى وده شيء مهم اصحيح انا ملاحظ ان الام بتركز على ان هي مطلقة واحنا ما عندناش وصمع للمطلقة لكن عندنا حاجة اهم من كده عندنا ماذا عدم ازية الزوجة ما تقزيش زوجتك واحد بقى يقول لي انا مش قادر مش قادر على ايه بقى اقول لي مش قادر على ايه مش قادر على الاصلاح تعال انساعدك الاصلاح انا مش قادر استمر معاه اه بس تعرف ان انت قزتها ويبقى لازم تجبر بخطرها مش تيجي تروح رايح كده وتتجاوز الزوجة تانية وتسيب تدي مكسور بخطرها لا لشيء الا لانك انت فاهم ان الزواج الثاني ده بدون ضابط ولا رابط وتعمل اللي انت عايزه لا الزواج الثاني ده فيه شروط على المعنى كده ان احنا بنمنع من الزواج التاني ابدا بس كل حاجة لها شروط وليها ضوابط لان انا ابشرك انت لو ظلمت دي هتظلم دي كمان هتظلم الزوجة التانية وخاصة ان انت عندك مخاطر كتيرة في الزوجة الثاني ده انت عندك اولاد هتعمل ايه في اولادك وهي كمان عندها اولاد هتنسق بينهم ازاي يبقى اذا انت لازم تكون حاسس ان انت قمت باللي عليك مع زوجتك واولادك لان الحقيقة يعني التجارب اللي احنا شفناها من ترك الزوجة والاولاد والزواج الزوجة تانية تجارب بتخلينا مرات ومرات ننصح الناس ان لابد انت تستنفذ كل فرص الاصلاح ليه اقول لكم حاجة لان شفت الناس الكتير اللي بتهرب للزواج الثاني بيبقى في الحقيقة في مشاكل في شخصية الشخص نفسه مش معنا كده ان كل اللي يجي روح يتجوز جواز تانية عنده مشكلة نفسية مبقولش كده لكن مشكلة في ادارة الحياة الزوجية لان على فكرة ادارة الحياة الزوجية دي مهارات فبدل ما تروح تجرب وتقزي حد تاني ما تحسن مهاراتك الزوجية اللي احنا طول الوقت في البتنامج ده بنتكلم وروح تدرب لان ممكن تكون لما تدرب تكتشف ان زوجتك دي فيها خير كتير لو عرفته ممكن ينور طريقك وينور حياتك اشتركوا في القناة